السلام عليكم ازايكو حبيبي عاملين ايه اول حاجة هعملها كوبايتين القهوة واحدة لي او واحدة الماما نشربهم ونزبط كده اليوم بتاعنا ونشوف هنعمل ايه النهاردة انا صبيت القهوة بتاعتي كده وبعمل القهوة بتاعتي اللي اتنين بتطلع او ثلاثة اربعة فنجيل كلهم بيطلعوا بوش زي ما انتو شايفين كده تنسونيش بقفل لايك وشير والسبسكرايب لأسران المبخ مع خلود شكرا لكل دعموكو والكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها لي مش عارف اقولكو ايه بجد شكرا لكل حد بيكتبلي كلمة حلوة صباحكو زي الاشطة يا رب زي ما انتو شايفين كده هعمل سمك مكريل الصينية بالخلطة بتاعتي جبرة خمعة سلطة خضرة وعملت كمان لمومة سمك بولتي متحمر سمكتين بس وعملت الرزة الصيادية بتاعنا هقولكو كل الخطوات نقول اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في الاكل بتاعنا اول حاجة انا بعملها الخلطة بتاعت السمك خدت اربع ورون فلفل احمر كده او خمسة على حسب برضو انت بتعملي قد ايه الكمية بتاعتك وحطيت عليه راستهم كاملة متقشرة هنزل عليه بالبهارات بتاعتي طبعا اول ما بنقول سمك بنقول خل ملح كمون بالشكل ده حطيتهم في الخلط و هجيبهم لكم دلوقتي هوريه لكم سمك بتاعي مخصول جدا من جوا كويس قوي 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 منقوع لمدة دقيقتين في مي بخل وشايلة منه الروس الخلطة بتاعتي ايه بعد ما طحنتها كويس في الخلطة او في الكبه بتاعتك عايز بقولكو ريحتها توصل لك كده من الفيديو جيب بقى سمك البولتي الاول بعد ما غسلته طبعا وانا كنت مقطعوه كده حشيته بنفس الخلطة دي و هحطه على جنب الخلطة دي نعمل منها سمك المكاريل استني بتاعته و هعمل منها السمك البولتي حطه بقى على جنب بالشكل ده اسيبه بقى على جنب جيبت السمك بتاعي طبعا بعد ما اتغسل حل حشيت القلب بتاعه كله كده من بره و من جوه غرق السمكة من جوه كمان بالخلطة بتاعتك سبت بقيت الخلطة بتاعتي نزلتها في البولة حط عليها بصل متقطع كده حلق انا فرقته كده بالشكل ده و هنزل عليه على التوم و الحاجة بتاعتي او الخلطة بتاعتي حطيت عليه كمان تماطم متقطعة حلق عليه الكرافس بقى بتاعك القصبرة يعني الكرافس بيدي طعم حلو قبل السمك سمك يعني كرافس و حطيته و نزلت عليهم بالقلبته كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده حطيت عليه ثلاث معالق من الزيت عشان يديل السمك كده لمعة حلوة و يديله تحميرة حلوة حطيت بقى فلسنا بتاعتي من تحت كده زي ما انتو شايفينه حاجة القلب بتاعه كمان و هبدأ رسهم واحدة عكسة واحدة بالشكل ده شكله مو بهج قوي و عايز اقول لكم كمان ريحته و طعمه بتبقى حلو قوي حطيت بقية الخلطة بتاعتي على الوش كده بالشكل ده غرائي كده الصناع بتاعتك شكله بيبقى حلو قوي 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 و هتبقى النار عليه لمدة عشر دقيقي النار من فوق عادي بس تكوني مغطية الصينية دي و بعدين هدخله الفرن يكمل سوا حطي بس معاي كده ربح فنجال من الميا من الجنب كده و هغطيه تعالوا بقى نعمل مع بعض الرز الصيادية حطيت الزيت في الحلة بتاعتي وبعدين هنزل عليه ببصلية كبيرة متقطعة صغير او مفرومة اللي تفضليه اعمليه هفضل اقلب فيها كده و بالعب كده فيها اعد اللي هو البصل الكبير بقطعه شوية صغير يعني بالمعلقة واروح اول ما يبقى لونه دهبي انزل عليه بالمية بتاعتي المية بتاعتي بتكون مقدارها حسب الرز انا النهاردة عاملة اربع كبايات من الرز حطيت اربع كبايات من المية هنزل عليها باثنين مرء الدجاج وادوبها كده فيها وبعدين ننزل بقى بالفلفل الاسود بالملح وقلب كده اول ما الرز بتاعك يتشرب وهدي النار عليه خالص وغطيه طبعا علشان يستيب براحته السمكة اهو خلاص بعد ما شربوا ميته كلها دخلوا بقى الفرن لحد ما ياخد لون من فوق جبت الزيب بتاعي وهبدأ احمر السمك البلتي انا طبعا حطيته في الديق بس وبنفضه كويس جدا وبعدين بنزل في الزيب بالشكل ده اول ما بياخد لون من الحروف بتاعته او لون الحروف بتاعته تتغير الحروف بتاعته اول ما لون هتاخد اللون البنبي كده شوية او الدهبي زي ما بنقول بروح قلبه على الناحية التانية قلبته بالشكل ده اكله اكله السمك دي بجد محتجيكو تنسنيش بقى فرلايك الحلو من اديكو وانتو بتتفرجوا على الفيديو هابدأ بقى اطلع السمك اول ما ياخد لون كده الدهبي من كل الجوانب يعني اروح بقى مطلعه هنا بقى الرز بتاعي بعد ما استوى اهو انا حطيته في الطبق او في البولة دي وهقلبه كده في الطبق بتاعي علشان يكون شكله حلو وقدمه وكمان السمك بتاعي اه انا طلعه بقى شكله جميل ازاي هابدأ بقى اطلعه كده في الطبق اه ونغرفه بالشكل اللي احنا عايزينه تحطي صناية زي ما هي براحتك وده السمك البولتي حطيته برضو كله كده في طبق واحد بجد شكل حلو جدا بسيط يعني وطعمه كمان حلو هانا بقى السمك المكارير اللي اهو بعد ما غرفته شايفينه البخار طلع منه ازاي شكله يفتح النفس وغرفت السفر بتاعتي النهاردة بالشكل ده كانت بسيطة وحلوة قوي سألتوني كتير على استقل الرز الصيادية انا بنزله اكتر من مرة فارجعوا تاني للفيديوهات هتلاقيوا الرز الصيادية تنسونيش بقى في الكومنت الحلوي كده وقلودي رأيكو ولو محتاجين تعرفوا وصفات معينة اكتبولي تحت في الكومنتات هقلوك دلوقتي ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب لأسرار مبخ مع اخلود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته